الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور والحمد لله الذي فضل العلم على الجهل فقال كل هل يستوى الذين يعلمون والذين ليعلمون وشدوا لا إله إلا الله وحده لا شريك له العليم من يصلح للعلم والدين وشدوا أن محمد عبده ورسوله القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وتعلموا أحكام شريعته بطلب العلم النافع فإن العلم نور وهدى والجهل ظلمة وضلال تعلموا تعلموا ما أنزل الله على رسوله من الوحي فإن العلماء ورسة الأنبياء والأنبياء ما ورسوا درهما ولا دينار وإنما ورسوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر من ميراسهم تعلموا العلم فإنه رفعة في الدنيا والآخرة وأجر مستمر إلى يوم القيامة قال الله تعالى في كتابه العزيز يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم إن قطع عنه عمله إلا من سلاس صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعده أو ولد يضع له انظروا إلى أسار العلماء الربانيين لم تزل موجودة إلى يومنا هذا طوال الشهور والسنين آسارهم محمودة وطريقتهم مأسورة وذكرهم مرفوع وصعيهم مشكور انظروا في المجالس ترحم الناس عليهم ودعوا لهم وانظرت الأعمال الصفلحة والآداب العالية فهم قدوة الناس فيها أيها الناس تعلموا العلم فإن تعلم العلم جهد في سبيل الله والعمل به نور وبصيرة من الله أو من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مسلوا في الظلمات ليس بخارج منها اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وباركنا فيه إنك أنت العلم الحكيم اللهم انور بالكتاب بصرنا واشرح بي صدرنا وكو به عزمنا واطلق به لساننا واستعمل به بدننا اللهم يا معلم موسى انفلمنا ويا مفاهم سلائمان فهمنا ويا مؤتي لكمان الحكمة وفصل الخطاب آتينا الحكمة وفصل الخطاب إلى هذا الحد اكتفي سائلا لله عز وجل أن ينصر الإسلام والمسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته